اليوم انتهت حقبة زمنية من حكم البلاد وبدأنا بحقبة جديدة كلمة مخلصة إلى الفائزين الناس بعد ما عدها والله ما زاش تتحمل أخطاء جديدة اللي شافتوا خلال 18 سنة كافل معاناتهم لأن انطينا شهداء وشفنا الجوع وشفنا الظلم ولي نطلبه هو بناء وطن حقيقي بوقت قياسي وما نتمنى أبد ما نتمنى نسمع مقولة من أحد المسؤولين أنا ما أتحمل أخطاء 18 سنة لا حبيبي لا عيني لا قلبي لأن انت خلص مادام قدمت نفسك نفسك بالانتخابات وفزت مسؤوليتك بناء الدولة والقضية والله مصعبة والله مصعبة بلدان قبل نتحطمت وستطاعت أن تعيد نفسها بسنوات معدودة والقضية مصعبة مصعبة حارب الفساد وقضوا عليه ونصبوا ناس كفاءات بالمؤسسات نستطيع والله نحقق حلم الناس ونأمن لهم كل شيء بس يتوكلوا على الله يتوكلوا على الله واشتغلوا صح لأن الشعب بعد أبد 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 ما يتحمل أي أدوة تخصي منكم تصبحون على وطن جديد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر